اشتركوا في القناة مشكلة القمح بيتقال عليها كلام كتير جداً جداً من المغردين ياريت نطلع نوضح للناس مخزون القمح عندنا يكفينا قد إيه وإحنا لما يخلص المخزون ده البديل إيه ويبقى واضح وصريح هل الأسعار دي هتفضل تعلق ولا هتثبت وبالنسبة للديون هل إحنا الديون دي هنقدر نسددها بالمشاريع والمدن اللي بتحصل البطالة دي هتفضل موجودة كتير يعني مطولة معانا أنا واحد عن نفسي مش لاقي شغل هقوله إيه خطتك عشان خطر المنتج المصري يبقى مالي مصر قل لها إيه مصنع اللي حضرتك عاوش تعملها بحيث نعدي الأزمة دي هقوله الحاجة إمتى ترخص كل حاجة جلئت الجاز النور المواصلات جلئت على المواطنين كله القطة جلية البصل جلية إمتى الحاجة هترخص الحاجة بتغلى جدا والمرتبات سابتة زي ما هي فأنا الشباب هيجيب منين ثانيا هنبني مصانع إمتى لو هنقفل الجمارك يعني بخصوص مجال السياحة بما أننا شغالين في المجال فنحب نشوف الخطة الواضحة اللي هتكون الفترة الجاية للتطور في مجال السياحة بالنسبة للعملين والمنشآت هو كان بخدر أول وعا ودلوقت الحمد للأحسن بكتير أنا من جنة أنا جابت بعد 45 سنة فقاله إبني اللي أنا خلفته بعد العمر ده أطمن عليه أنا عايز إبني هو اللي أطمن عليه ستجيب الجلسات النقاشية على كل هذه التساؤلات ترجمة نانسي قنقر